جديد من الوجع والألم الذي استفاقت عليه محافظة جينين بعد تنفيذ جيش الاحتلال جريمته بحق الشهيدين مصطفى عابد من بلدة كفرذان وأحمد شواهن من بلدة السيلة الحارثية بإطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر فجر اليوم أثناء تواجدهما بالقرب من محيط حاجز سالم الاحتلالي غرب جينين حيث أمطرهما جنود الاحتلالي بوابل من الرصاصي الذي اخترق أجسادهم الطاهرة التي نزفت على ثر الوطني حتى تأكد الاحتلال بأنهما فارق الحياة ليحتجز بعدها جثمانيهما على الأخبار يعني صرنا نقرأ على التلفزيون وعلى الأخبار على البليفونات وكانوا فيه إصابة وفيه كده أجان الخبر بالأول أنه متسعب في مستشفى الحكومة نزلنا على المستشفى الحكومة حساسا أنه مصاب بالمستشفى بعدها قالوا أنه مستشفى الحكومة جثمانه على جنيين بعدها انتفاجأنا أنه الجيش مش كابل يسلم للأركباط جثته يعني زي أي شاب عادي بك بده يبني يتجوز عايش عايته عادي يبشتغل وصناعي وماشاء الله وضعه مني عارفنا خبر استشهاده من أطريقين للتلفون يعني صاحبه ضياء اتصلت فيه قال لي ابنك بعده الصباحيات عارفنا أنه نستشفى الحكومة الصباحياته بلغنا من الطباط آه إنستشفى والله يرحمه هو له طموحه كثير له طموحه الحمد لله الله يرحمه بلدتاء الشهدين عابدة وشوهنة توشحتا بسوادي ولبستا طوب الحداد حزنا على شهديهما حيث خرجت مسيرتان حاشدتان جابتا شوارع البلدتين بمشاركة أبناء شعبنا وذويهم وكأنهم يحملون جثماني الشهدين على أكتافهم وسترديد الهتافات المنددة بإعدامهما واحتجاز الاحتلال جثمانيهما مطالبين بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لعدوان وجرائم الاحتلال الذي يحرم عوائل الشهداء من إلقاء النظرة الأخيرة على أبنائهما ومواراتهم الثرى حسب الشريعة الإسلامية ليترك جرحا غائرا في قلوبهم للأبد يعني جثمين الشهداء ملاحظة بالأون الأخيرة أنه الاحتلال صار يحجزها على الساسل له ويأثر على معلويات الأهالي يقعدون لهم يومين ثلاثة سبوع سبوعين شهر ومن ثم برد يفتح الجرح لا هذا جرح نازف سيبكى إلى الأزل كما قلنا وهذا شرف لنا والحمد لله رب العالمين أن اصطفاهم شهداء وهذا التاج على رأسنا أنهم يكونوا شهداء مش قتلة بل هم شهداء عند ربهم يرزكون كمية الرصاص في مسرح جريمة الأحتلال الذي ارتكبها بحق الشهدين عابد وشواهن تكشف الحقد الدفيين وانياب الاحتلال الوحشية حيث سهدف شابين في المنطقة ذاتها بالرصاص بشكل مباشر ما أدى إلى إصابتهما في الأطراف السفلية من الجسد ونقلا إلى مشفى جنين الحكومي ووصفت حالتهما بالمتوسطة اعدام قوات الاحتلال لشابين في مقتبل العمر يأتي استكمالا لمسلسل القتل والتنكيل اليومية الذي يتعرض له أبناء شعبنا واشتدات رياحه مؤخرا في ظل صمت دولي مطبق إزاء هذه الجرائم الفضيعة من أمام معسكر سالم الاحتلالي الواقع إلى الغرب من محافظة جينين أمن بلالو تلفزيون فلسطين